تنهاني نروح للفنيات والمباراة نادي الأهل النهاردة في الدقيقة العشرة في بداية المباراة بيحرز هدف عن طريق عرضية كعمر كمال عبد الواحد بيسددها طهر محمد طاهر ومحصلش التراجع لكنا بنشوف النادي الأهل الموراة السابقة لا يعني بدأ يضغط تاني وكان عايز زود الهدف هدفين وثلاثة حقيقة كانت البداية زي ما توقعنا بداية قوام النادي الأهلي أصفرت عن هدف دقيقة عشرة من طبعا سنائية ما بين عمر كمال وطاهر محمد طاهر سجل بشكل كويس بدأنا نضغط ولكن تاني الشوت الأولاني فوق المتوسط لن يرتقي لمستوى الجيد في بعض الحاجات الفنية الملعب أرضية الملعب ممكن تكون عامل كنت لسا أكلمك عليها يعني أرضية الملعب طبعا هي أرضية أحسن من الأول بكتير يعني أستاذ المقاولين دلوقتي أفضل ولكن مساحات الملعب مش هي المساحات اللي متعود عليها النادي الأهلي النادي الأهلي بيعمل استريتش كبير جدا للملعب عشان يبدأ يفتح الخطوط مش موجودة بشكل كويس الملعب دايق شوية لكن الحاجة اللي أنا كنت شايفها النهاردة أنه النادي الأهلي مش قادر يطلع بالكرة كويس دي من الحاجات اللي ممكن تبقى مقللة شوية من إن كانت النادي الأهلي الخروج بالكرة دي نمر واحد نمر اتنين تقريبا تلاتين دقيقة بنلعب الملعب ماي لنحية طاهر وعمر كمال دي الجابة الهجومية لنادي الأهلي من نهاية كانت تقريبا لغاية الدقيقة تلاتين هو كل الهجمات وكل الأكشن الهجومي نحية طاهر ونحية عمر كمال وحتى كان بيجي إمام عشور الناحية دي فتلاقي الملعب ماي شوية حسين كان بعيد شوية إلا في بعض اللقطات فكان المفروض حتى يبقى الطبيعي إن انت خلاص هما هيقفلوا الجابة دي وفعلا اتقفلت بشكل أو بآخر ما كانش فيه خطورة حسين الشحات يعني ما جالوش كور كتير فيه كرة الصرف فيها بشكل كويس آخر خمس دايق حسين راح نحية المين وطهر راح نحية الشمال فدي جزئية لازم تعدل نمرة واحد الخروج بالكرة لازم يكون بشكل أفضل لأنه كان فيه تقريبا فرصة هدف لفريق زد في ديار 44 نتيجة إن احنا مش عارفين نخرج بالكرة اتلعبت كده ما بين عمر وما بين خالد والشنوي كان هتبقى فرصة هدف لزد خلينا مهتمين جدا إن زد بيلعب على الأخطاء دي زد دلوقتي مش هيطلع بهجمة منظمة ويبدأ يسجل خطورة كل اللي بيعمله زد إنه مستني أخطاء يأما في نص الملعب يأما في الخط الدفاعي عشان يبقى رايب من الشنوي أو رايب إنه هو يخلق فرصة يقدر يجيب بيها هدف فمباراة الشوت الأولاني فوق المتوسط لازم أحلى حاجة في المباراة النهاردة الهدف وكورة عطاية الله اللي من تزديدها مباشرية كابتن عماد ينقص إيه نادي الأهلة عشان يسجل هدف الثاني خاصة الهدف الثاني ده يكون هدف الاطمئنان هدف الارتياح خلاص أمال زد مكم يعني ما بقاش ليه أمال في المباراة إزاي النادي الأهلي يبحث عن هدف الثاني نهاية الشوت الأولى وسبب بالتفوق النادي الأهلي بالنتيجة المباراة 1-0 تبديك دوافع الشوت الثاني فالهدف لكن مطلوب التعزيز على الهدف وإحراز هدف تاني خاصة إنه فيه سنائيات جوه الملعب مين يقدر يتفوق على مين يعني الجنب اليمين لعمر وطاهر متفوقين أكتر على زيكو وسامح إبراهيم محتاج لحسين وعطيته الله يكون عندهم نفس القوة الهجومية الخروج بكرة ده مهم جدا عدم موجود أخطاء ده برضو مهم جدا إحراز هدف تاني تغطية الهدف ده هيكسبك المباراة طول ما المباراة ماشية كده أنا ما شوف أنا كاتب عندي اللي هي 50-50 خاصة من بعد اللي هي 30 لنهاية المباراة زد هتلعب على الأخطاء أكتر بيشتغل على التحولات بشكل كويس ولكن مهم أن تتعزز الهدف بهدف تاني سريع على الباز تتوقع أن مصر كورير يجري تغيرات في دات الشوذ التاني ولا هيستنى يعني مع مره الوقت لا لذوق أنه هو هيجري تغيرات سريعة جدا لأن احنا شفنا عدم الخروج بالكرة واللونج بول كتير جدا تلعب 30 مرة عايزين لعب زي أفشا لعب على الأرض يهن للفريش